في الفترة التي كان فيها الصحابة الجليل عمر بن الخطاب يجهز لغزو بلاد فارس والإمبراطورية الرومانية انتشر مرض الطاعون أو طاعون جوستنيان بعد فترة الجذام في بلاد فارس والروم وبسبب التجارة والتنقلات قتل المرض ما بين 30 مليون إلى 100 مليون طبعا هذا المرض انتشر بسبب الفئران يصيب الناس بتورم تحت الإبطين وتحت الرقبة ويصيبهم بغرغرينة ويموتون بعد فترة قليلة ومن ضمن أيضا الفيروسات التي انتشرت في التاريخ الإسلامي هو وباء عمواس اللي انتشر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر كان رايح من المدينة إلى الشام وهو في طريقه سمع بأخبار فيروس عمواس سمي عمواس نسبة للمدينة التي انتشر فيها بعد المشورة قرر العودة للمدينة فسأله أبو عبيدة عامر بالجراح مستغربا من عمر أفرار من قدر الله فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله وقال لو كان عندك إبل وهبطت في وادي فيه جزء خصب والآخر جدبة ما فيها زرع أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله وجاهم عبد الرحمن بن عوف وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقلموا عليه وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه فشوفوا الحكمة النبوية اللي إحنا اليوم قاعدين نطبقها إذا فيك مرض لا تطلع من الديرة اللي أنت فيها وينتشر الفيروس وإذا سمعت أن الديرة اللي أنت رايح لها فيها وباء لا تنزل ولا تجيها استمر الوباء عند المسلمين وقتل بسببه أبو عبيدة عامر بن الجراح وعدد من كبار الصحابة فالأمراض والأوبئة لا تعرف من العاصي ومن الصحابي الجليل هي أشياء قدرية كتبها الله سبحانه وتعالى ومات أيضا بسبب هذا الفيروس يزيد بن أبي سفيان الذي كان يحكم الشام وصعد للحكم هنا معاوية بن أبي سفيان ترجمة نانسي قنقر